يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة التسعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك الخاتمة إنها خاتمة برنامجنا هذا فانوراما الظهور المهدوي وهذه الخاتمة تشتمل على عدة أجزاء حلقتنا هذه هي الجزء الخامس عنوانها سؤالان وجوابان في أجواء البرنامج نفسه السؤال الأول السؤال الأول من لبنان إحدى الأخوات هكذا تسأل من أنها ترغب في إكمال دراستها الجامعية العليا لكنها تقول إذا كان الإمام على الأبواب ما فائدة دراستي أقول للأخت الفاضلة هذا الكلام كلام شيطاني بامتياز إذا كان الإمام على الأبواب ما فائدة دراستي يبدو أنك وصلت إلى هذه النتيجة من أن الإمام على الأبواب من خلال هذا البرنامج إننا نعمل بالأسباب وكل الأسباب ولو لم نكن كذلك لما استطعنا أن نوصل الوعي الثقافية السليمة إليك وإلى غيرك عليك أن تعملي وعليك أن تواصلي دراستك إذا كنت راغبة في ذلك أنا لا أحدد لك موقفك أن تواصلي دراستك أو أن لا تفعل ذلك إنما أقول لك من أن التفكير بهذه الطريقة هذا تفكير شيطاني بامتياز لابد أن تعرف وهذا الكلام أقوله لنفسي أولا ولك ثانيا ولكل الذين يشاهدون هذه الحلقة هذا المنطق من أن الإمام على الأبواب فأهلينا أن نعطل كل شيء هذا المنطق يتعارض يتعارض مع منطق التمهيد للمشروع للمشروع المهدوي الأعظم وهو تكليفنا تكليفنا العقائدي والشرعي نحن الذين نقول إننا شيعة قائم آل محمد صلوات الله عليه تكليفنا الشرعي تكليف العقائدي أن نقوم بالتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم كل بحسبه كل من موقعه كل بحسب إمكاناته والذي لا يستطيع أن يفعل شيئا لعدم توفر الأسباب لديه فهو معذور نيته نيته في أن يكون مستعدا لنصرة إمامه وللسعي في خدمته وللتمهيد لمشروعه إذا كان قادرا على ذلك نيته نيته هي تكليفه هذا المنطق الذي تتحدثين به يأيتها الأخت الفاضلة هذا منطق يتعارض بالكامل مع منطق التمهيد لمشروع إمام زماننا الأعظم نحن هكذا ربانا أئمتنا إنني أقرأ من غيبة النعماني إنها طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة الثانية والخمسين بعد المئتين إنه الحديث السادس والأربعون بسنده بسند النعماني عن خلاد بن صفار قال سئل أبو عبد الله أصادق صلوات الله عليه هل ولد القائم في زمن صادق صلوات وسلام عليه في زمنه سئل الإمام الصادق هل ولد القائم في ذلك هالزمان فقال لا ولو أدركته ولو أدركته لخدمته أيام حياتي كيف تكون الخدمة طيلة الحياة لابد أن تكون مسبوقة بمعرفة وصية الأمير صلوات الله عليه لكميل ابن زياد يا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة يا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة من أين نأخذ هذه المعرفة وصية الأمير نفسها لكميل يا كميل يا كميل يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكون مننا حينما حينما يربينا إمامنا صادق هذه التربية ولو أدركته ولو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي خدمتنا لإمام زماننا ليس لها من صورة معينة وإنما تأتي تحت عنوان التمهيد لمشروعه الأعظم ومثل ما بينت قبل قليل يكون كل شخص بحسبه بحسب ظروفه الزمانية المكانية الشخصية بحسب الإمكانات والأسباب المتوفرة لديه الناس يختلفون وتختلف ظروفهم وأحوالهم ولو أدركته لخدمته أيام حياتي نحن مطالبون بالتمهيد على طول الخط إلى آخر نفس من أنفاس حياتنا وتمهيد يعني العمل التمهيد يعني النشاط يعني الحركة التعطيل 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 منهج شيطاني والتعطيل بهذا التفكير من أن الإمام على الأبواب ما فائدة دراستي ما فائدة عملي ما فائدة حركتي هذا التعطيل سيقود الإنسان إلى نوعين نوعين من الكوارث التي ستدمره هناك كارثتان كارثتان وهاتان الكارثتان ابتلي بهم بشكل خاص الشعب العراقي عبر التاريخ وإلى يومنا هذا الكسل والملل العراقيون يسمعونني الآن أخاطب الشيعة المتدينين لا شأن لي بغير هؤلاء فخطابي موجه لهؤلاء ميزتان واضحتان ميزتان سيئتان واضحتان في العراقيين عموما وفي الشيعة خصوصا الكسل والملل هاتان كارثتان إذا مبتلي الإنسان بهما ستدمر عقيدته سيدمر دينه ستدمر عبادته لأن الكسل يمنع الإنسان من أن يكون نافعا دنيويا ومن أن يكون نافعا أخرويا وأما المهلل وهو شقيقه شقيق الكسل إنه ماتوا أمان الكسل والملل الملل يدمر الدين يدمر الدين ويدمر العلاقة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه بوابة التعطيل بوابة شيطانية تقودنا إلى الكسل والملل بينما إمامنا يربينا على الحماس أن يكون الحماس حاضرا حاضرا في حياتنا لخدمة إمام زماننا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي إلى آخر نفس من أنفاسي إلى آخر لحظة من لحظات حياتي ولو أدركته لخدمته أيام حياتي نحن هنا نحتاج إلى الحماس حماسي عدو الحماس الكسل والملل والبداية من بوابة التعطيل أن الإنسان يعطل عمله يعطل حركته يعطل نشاطه التمهيد التمهيد يا أيها الذين تريدون أن تمهدوا التمهيد يجري يجري من خلال الأسباب وعبر التخطيط وليكن ذلك إلا من خلال دراسة الواقع والممازجة معه هكذا يتحقق التمهيد في فناء خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إنما نمهد من خلال الأسباب وعبر التخطيط التخطيط الدقيق بحسب معطيات الواقع الذي نعيش فيه وإلا فإننا لن نصل إلى نتيجة محمودة في دائرة خدمة إمام زماننا نحن لا نبالي بالناس هل مدحونا أم ذمونا هل مدحو عملنا أم ذموه هل يتفقون معنا فيما نسعى إليه من أهداف ونتائج أو أنهم يحاربون لا نبالي بهم لا نبالي بهم لا شأن لنا بالناس علينا أن ندرس الواقع من حولنا وأن نخطط بدقة إذا كانت الأسباب متوفرة لدينا نباشر العمل إن لم تكن الأسباب متوفرة لدينا نسعى لتحصيلها وتحقيقها إذا عجزنا فنحن معذورون نحن معذورون حينئذ سنبقى على نيتنا سنبقى على استعدادنا ونحاول أن نحافظ على الحماس في نيتنا فإن الحماس يكون مصاحبا للنوايا أيضا الحماس يصاحب العمل والحماس يصاحب القول الحماس يصاحب النشاط والحركة ويصاحب النوايا بل الحماس هو المادة التي تميز نية الإنسان النية الضعيفة لا تسمى نية إذا أردنا أن نقيسها في موازين العقيدة السليمة النية هي النية القوية ولن تكون النية قوية وفاعلة في النفس والقلب والعقل ما لم تكن النية حماسية ما لم يكن الحماس يتفجر فيها يتفجر في نية الإنسان نحن نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة نقرأ ولازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني هذه الرواية عن المفضل بن عمر أقرأها من صفحة الخامسة والتسعين بعد المائتين إنه الحديث الثالث المفضل يقول سمعت أصادق صلوات الله عليه وقد ذكر القائم فقلت المفضل يقول للإمام الصادق بعد أن ذكر القائم صلوات الله عليه إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة فقال لا يكون ذلك لا يكون ذلك حتى تمسح العلق والعرق العلق الدماء المتجمدة هذا عند ظهوره فما فما باتكم في الغيبة في الغيبة حيث يصعب علينا أن نوفر الأسباب المناسبة بينما في مرحلة الظهور فإن فإن الأسباب المناسبة متوفرة بتمام المعنى بينما في زمان الغيبة فإن أسباب العمل لا تتوفر دائما وإذا ما توفرت فإنها شحيحة وضيقة أتحدث عن كل الأسباب المادية والمعنوية المفضل يقول للصادق صلوات الله عليه إني لأرجو أن يكون أمره أمر القائم في سهولة فقال لا يكون ذلك حتى تمسح العلق والعرق قلت إنهم يقولون حديث طويل عن بشير ابن أبي أراكة النبال عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قلت إنهم يقولون المخالفون لأهل البيت أو أشيعة الجهال إنهم يقولون إنه إذا كان ذلك استقامت له الأمور الإمام ماذا قال هذا هو الذي أريده قال كلا كلا والذي نفسي بيده الباقر هو الذي يقول قال كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق وأومأ بيده إلى جبهته هكذا كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق إنه العمل والعمل الجاد المتواصل هذه هي خدمتنا لإمام زماننا إن كان هذا في زمان الغيبة أو كان هذا في زمان الظهور الشريف ونحن نتحدث الآن عن زمان الغيبة نذهب إلى فاصل حينما أقول وأنا أتحدث في هذا البرنامج أو غيره من أن الإمام على الأبواب إنني لا أتحدث عن وقت معين إنما هي الحقائق التي تأخذ بعنقي والذين يتابعون برامجي يجدون الحقائق واضحة فعينما تحدثت عن ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه في هذا البرنامج إنني جئتكم بكتبنا القديمة ووضعت ووضعت أيديكم أحاديث العترة الطاهرة وشرحتها بعربية تعتمد على قواعد الأدب العربي إنها فصاحتهم وبلاغتهم صلوات الله عليهم وما زجت هذا مع واقع تستطيعون أن تلامسوه بحواسكم وجئتكم بالوثائق الحسية التي لا تقبل الشك المنطق السليم سيقودنا إلى أن الإمام على الأبواب لكن هذا لا يعني التوقيت ولا يعني أن الإمام سيكون ظهوره في شهر محرم هذا أو في السنة القادمة أنا لا أتحدث عن توقيت أبدا لأن الأئمة منعونا أن نوقت لماذا منعونا أن نوقت لأننا لسنا قادرين على التوقيت وإذا ما وقتنا فإننا مخطئون قطعا هذه قضية علمية وما هي بقضية نفسية حينما منعنا عن التوقيت لأننا لا نستطيع أن نوق لنمتلك المعطيات فحينما منعونا وقالوا لنا من جاءكم بوقت فكذبوه يقولون لنا إنكم لن تستطيعوا لن لن تستطيعوا أن توقتوا لأنكم لأنكم لا تمتلكون المعطيات التي تعتمدونها في التوقيت نحن ربينا وأنشئنا أتحدث عن التربية العقائدية وعن النشأة الدينية نحن ربينا وأنشئنا في دين العترة الطاهرة من قبل أئمتنا وفقا لقاعدة الأمان وإن برامج من أولها إلى آخرها مبنية على قاعدة الأمان أقرأ عليكم مما جاء في علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني من علل الشرائع وطبعة طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة السادسة بعد الخمسمائة إنه الحديث السادس عشر بسنده بسند الصدوق عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا يحدثنا علي ابن يقطين الشخصية الشيعية المعروفة علي ابن يقطين يقول قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي وما روي في أعاديكم قد صح ما روي في أعاديكم في العباسيين الأحاديث تقول من أن العباسيين يحكمون وقد حكموا وعلي ابن يقطين يتحدث عن الحكم العباسي الأول وما جاء في آل محمد من أنهم يحكمون ما حكموا فماذا قال له إمامنا الكاظم صلوات الله عليه إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق خرج من قبلنا إن الذي خرج في أعدائنا في العباسيين وفي غيرهم كان من الحق فكان كما قيل وأنتم وأنتم عللتم بالأمان فخرج إليكم كما خرج وأنتم عللتم بالأمان نحن ربينا بالأمان عللنا عللنا بالأمان مثل ما يقول الطغراء في إيلاميته المعروفة بإيلامية العجم أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل أعلل النفس إنني أسكنها أهدئها أربيها أروضها هذا معنى أعللها أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل هذه حقيقة قول الشاعر هنا حقيقة مثل ما يقول صلى الله عليه وآله وإن من الشعر لحكمة هذه حكمة حقيقة والحكمة ضالة المؤمنين أينما وجدها أخذها هذا قوله صلى الله عليه وآله أيضا ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي وما روي في أعاديكم قد صح فقال إمامنا الكاظم صلوات الله عليه إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق خرج من قبلنا فكان كما قيل وأنتم أنتم أنتم موعدكم لم يأتي بعد الطريق طويل 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 يا ابن يغطين طويل وأنتم عللتم بالأمان فخرج إليكم كما خرج فكل برامج كل برامج من أولها إلى آخرها بل كل حياتي بل كل حياتي أتحدث عن حياتي الشخصية إنني بنيتها ونظمتها وفقا لهذه القاعدة قاعدة الأمان لازالت الشيعة تربى بالأمان هذه رواياتهم وأحاديثهم ولازلنا لازلنا نربى بالأمان لازالت الشيعة يا ابن يغطين تربى بالأمان فليس هناك من توقيت إنما هي قاعدة الأمان هذا هو منطق العترة الطاهرة وهذا المنطق يتشكل من رؤية من رؤية مبنية على قاعدة ربانية صريحة واضحة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابك وهكذا تجري الأمور هذا هو برنامج الله هذه سنن الله ونحن عبيده حينما يسألون إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن معنى التوحيد ما التوحيد يا ابن رسول الله قال الرضا بقضاء الله وقدره هذا هو التوحيد الرضا بقضاء الله وقدره أن نعمل بالأسباب بالسنن التي قضى بها علينا وبالحدود التي قدرها لنا هناك سنن ربانية وهناك حدود إلهية وما بين هذه السنن والحدود يأتي دين العترة الطاهرة تأتي الحكمة اليمانية حكمة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما وما التعليل بالأمان إلا جزء من هذه الحكمة اليمانية نقرأ في سورة القصص في الآية السابعة السابعة والسبعين بعد البسملة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة التخطيط يبدأ من هنا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة لكن على قاعدة ولا تنسى نصيبك من الدنيا القاعدة التي ننطلق منها من هنا من الأسباب وأحسن كما أحسن الله إليك في الجهتين في الآخرة والدنيا ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هذه الآية تلخص لنا البرنامج بكل أبعاده في أبعاده المادية وفي أبعاده المعنوية في أبعاده العقائدية وفي أبعاده الطقوسية العبادية في ظواهر الأمور وبواطنها الآية شاملة لكل هذه المضامين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين التعطيل مصداق من مصادق الفساد الذي تتحدث عنه الآية الكريمة لا تبغي الفساد في الأرض هذا فساد تعطيل العمل فساد وأي فساد إذا كان الإنسان قادرا على العمل عليه أن يسعى أنني أتحدث في أجواء التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم منطق العترة منطق العترة تلقصه كلمة إمامنا الحسن المشتبة وهي هي كلمة رسول الله وهي هي كلمة أمير المؤمنين اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا هذه كلمة رسول الله وهي هي كلمة أمير المؤمنين وهي هي كلمة إمامنا المشتبة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا هذا هو مبدأ التوازن إنني أتحدث عن مبدأ التوازن وفقا لمنطق الثقافة المهدوية التي تمنعنا من التوقيت ولكنها تجعل الأمل متحركا في حياتنا توقعوا الفرج صباحا ومساء توقعوا الفرج صباحا ومساء في الوقت الذي إذا ما وقتنا فإنها تقول لنا كذبوا أنفسكم من جاءكم بوقت فكذبوه فهذا الأمر ينطبق علينا قبل أن ينطبق على غيرنا فإذا ما جئنا نحن بوقت علينا أن نكذب أنفسنا أنا لا أتحدث عن احتمالات يضعها الناس لا على سبيل الجد ولا يجعلونها أساسا لتنظيم حياتهم إنما أتحدث عن التحديد والتعيين الذي يكون مقياسا وأساسا في حياة الناس بحيث أن الناس يعطلون حياتهم أو أنهم يغيرون مسار حياتهم فمن جاءنا بوقت نكذبه حتى لو كنا نحن الذين جئنا بوقت لأنفسنا علينا أن نكذب أنفسنا لماذا قضية علمية نحن لا نمتلك المعطيات فمن أين نأتي بالنتائج المقدمات ليست متوفرة لدينا فكيف سنحصل على النتائج الصحيحة من دون مقدمات صحيحة وإنما نبني حياتنا ونتحرك فيها وفقا لقاعدة الأمان ووفقا لهذه القاعدة نظم الأئمة أحاديث الغيبة والظهور ولذا فإن شيعة في كل زمان يجدون إمكانية لتطبيقها في كل زمان في القرون الماضية هناك الكثير من الوقائع والحوادث والحالات والتي تحدثت عنها في برامج السابقة تكون الشيعة قد أيقنت بأن الإمام سيكون ظاهرا في غضون سنة أو سنتين ويرتبون آثارا على ذلك أنا لا أريد أن أفتح هذا الموضوع لأن الوقت يجري سريعا وعندي سؤال آخر زيارة صاحب الأمر وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان إنها الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين هذه الزيارة عجيبة في نظمها عجيبة في جمل قليلة في سطور محدودة وضعت لنا أكمل برنامج في العلاقة مع إمام زماننا وأعتقد لو أننا بقينا بقينا نشتغل سنوات وسنوات كي نرسم برنامجا كهذا البرنامج ما استطعنا إنها كلمات قليلة سطور محدودة أقرأ عليكم ودائما أقرأ هذه العبارات لأنها تمثل البرنامج المثالية في العلاقة مع إمام زماننا إنها تتحدث عن الغيبة وعن الظهور وعن الرجعة في الوقت نفسه نخاطب إمام زماننا قائم آل محمد فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدت فيك إلا يقينا ولك إلا حب وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهاد بين يديك إلا ترقبا متى يكون هذا في زمان الغيبة في زماننا هذا فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حب وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهاد بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك هذا كله في زمان الغيبة لأن زمان الظهور لم تتحدث عنه الزيارة بعد مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة هذه مرحلة الظهور الكلام المتقدم كله في زمان الغيبة فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار هذا هو التمهيد هذا هو التمهيد فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حب وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي هذا في زمان الغيبة فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك هذا في زمان الغيبة مولاي فإن أدركت أيامك الظاهرة هذا في وقت الظهور مولاي فإن أدركت أيامك الظاهرة وأعلامك الباهرة فهاء أنذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك أرجو به أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك هذا في زمن الظهور في مرحلة الرجعة إن وفقنا للرجعة فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة هل لا تلاحظون أن الزيارة تحدثت في مرحلة التمهيد أكثر مما تحدثت عن مرحلة الظهور والرجعة المقطع الذي تحدثت فيه عن زمان الغيبة عن زمان التمهيد كان أكثر من المقطعين أكثر من مقطع زمن الظهور وأكثر من مقطع زمن الرجعة لأن زيارة أساسا نسجت لنا نسجت للذين يعيشون زمان الغيبة هذه الثقافة المهدوية الأصيلة التي نحن مطالبون بها حينما أتحدث عن ظهور إمام زماننا وحينما أنشر الأمل لي ولكم وأنا أحشد الأحاديث الشريفة مع الحقائق التي تتحرك على أرض الواقع بيننا إنني أنطلق من قاعدة تعلمتها من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الكاف الشريف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة إنه من رجال الغيبة الأولى وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة السابعة والتسعين إنه كتاب التوحيد باب حدوث العالم وإثبات المحدث الحديث الثاني الرواية طويلة كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مع ابن أبي العوجاء أذى من الدهريين من الملاحدة في زماننا نقول عنهم الملاحدة الملحدون في الأزمنة أسابقة يقولون عنهم الزنادقة يقولون عنهم الدهريون الطبيعيون هذا من الدهريين من الزنادقة من الزنادقة المعروفين زمان إمامنا الصادق صلوات الله عليه من كبارهم ومن رموزهم هو ذهب إلى الإمام الصادق في موسم الحجيج وكان الإمام في المسجد الحرام والناس تطوف بالبيت الرواية جميلة وطويلة لكنني أذهب إلى موطن الحاجة منها الإمام ماذا قال له ماذا قال لابن أبي العوجة قال إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء الإمام يشير إلى الطائفين بالبيت وهم المسلمون الذين يعتقدون بالحياة بعد الموت ويعتقدون بالحساب والجنة والنار إنها العقيدة الأخروية فقال إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون وهو على ما يقولون يعني أهل الطواف فقد سلموا وعطبتم فأين تعطون هجوهكم بعد الموت أنتم يا أيها زنادقة يا أيها الدهريون يا أيها الطبيعيون إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون فقد سلموا وعطبتم وإن يكن الأمر على ما تقولون من أن الإنسان يموت وينتهي وليس هناك من حياة بعد الموت وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما تقولون فقد استويتم وهم هم لا يصيبهم الضرر لكن إذا كان الأمر كما يقولون هؤلاء الذين يطفون حول البيت ويعتقدون بالآخرة إذا كان الأمر كما يقول هؤلاء فإنكم الخاسرون ولكن لنفترض أن الأمر كما تقولون أنتم فهؤلاء وأنتم على حد سواء انطلاقا من هذه القاعدة فأقول حينما نتوقع الظهور القريب وانطلاقا من ثقافة العترة الطاهرة وتمسكا بأحكامهم وآدابهم وتعاليمهم توقعوا الفرج صباحا ومساء وحدثونا وحدثونا عن مرحلة الإرهاصات وعن مرحلة العلامات الحتمية وعن مرحلة مقدمات الظهور وحدثونا وحدثونا هل هم يضحكون علينا هل هم يضحكون علينا إنهم يريدون منا أن نتحرك ضمن هذه الثقافة بحسب قواعدهم وأن نعمل بقاعدة الأمان عللتم بالأمان أن نعلل أنفسنا بالأمان وأن نعلل أنفس المؤمنين بالأمان هذا هو الذي يريده منا أئمتنا أن نموت على هذه الحالة وقلوبنا مجدودة إلى إمامنا أفضل بكثير أن نموت والقلوب خالية من الحماس العقائدي مع إمام زماننا حتى إذا لم ندرك الظهور الشريف إننا نمهد ونهيئ لإمام زماننا نموت على هذه النية وسنعود في الرجعة إن شاء الله تعالى لأن الذي يموت على هذه النية سيوفق للرجعة بالضبط مثل ما قرأت عليكم من الزيارة الشريفة التي تحدثت عن زمن الغيبة وزمن الظهور وزمن الرجعة نحن هكذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الباب الخامس والعشرين الحديث الأول بسنده بسند النعماني عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أعرف إمامك أعرف إمامك من هنا أخذت عنوان مجموعة حلقات أعرف إمامك التي وضعت لكم فيها الخارطة المتكاملة للعقيدة السليمة أعرف إمامك أعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر وهذا الذي نقوم به هو جزء من معرفة إمام زماننا إنني أحدثكم عن شؤون غيبته وظهوره ومعرفة شؤون غيبته وظهوره جزء من معرفته صلوات الله وسلامه عليه أعرف أعرف إمامك أعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر هذا مبدأ من المبادئ الثابتة في ثقافة المهدوية العصيلة الحديث الثاني بسنده بسند النعماني عن الفضيل ابن يسار قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فقال يا فضيل أعرف إمامك أعرف إمامك في برنامجنا الذهبي الزبدة الذهبية ما هي أعرف إمامك وعرف بإمامك هذا هو التمهيد يا فضيل يا فضيل أعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه قد تقول ما هو الفارق بين من كان قاعدا في عسكره وبين من كان بمنزلة من قعد تحت لوائه من قعد تحت لوائه هؤلاء هم النخبة هؤلاء هم الثلاثمئة وثلاثة عشر هؤلاء هم القاعدون تحت لوائه إنهم الأمة المعدودة هكذا تصلح العترة طاهرة عليهم بهذا المصطلح الأمة المعدودة ومن عرف إمامه ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره في عموم أنصاره لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه قطعا الناس تختلف معارفها وتختلف عقائدها وتختلف نواياها فهناك من يكون بهذه المنزلة بمنزلة من كان قاعدا في عسكره وهناك من يكون بهذه المنزلة بمنزلة من قعد تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه أعتقد أن صورة صارت واضحة وواضحة جدا وأقول للأخت الفاضلة إذا كان تخطيطك أن تكمل دراستك العليا لكن الذي يحول فيما بينك وبين ذلك هذا التفكير الشيطاني فدوسي عليه بحذائك دوسي على هذا التفكير الشيطاني من أن الإمام على الأبواب فما نفع دراستي هذا تفكير شيطاني دوسي عليه بحذائك وأكملي دراستك أنا لا أخترح عليك أن تكملي دراستك أو أن تتوقف هذا أمر راجع إليك إنما أبين لك من أن تفكيرك بهذه الطريقة هذا تفكير تسرب إليك من الشيطان نحن تكليفنا أن نعمل وأن نعمل وأن نعمل وأن يكون عملك وأن تكون دراستك موظفة في خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أتحدث عن تخصص معين كل التخصصات يمكن أن توظف لخدمة إمام زماننا وإنني أتحدث عن الجانب الاجتماعي حينما يكون المؤمن أو تكون المؤمنة على منزلة اجتماعية مرموقة ومن أهم أسبابها الشهادات الجامعية العالية فإن بإمكانه بإمكان المؤمن وبإمكانها بإمكان المؤمنة أن تقدم خدمة أفضل في فناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لأن العمل الديني لأن العمل العقائدية لأن العمل التبليغية إن كان على أرض الواقع أو كان في العالم الافتراضي يعتمد كثيرا على هذه الظواهر وعلى هذه المتبنيات المجتمعية وقت الجواب صار طويلا أكتفي بالذي ذكرت وأذهب إلى فاصل السؤال الثاني سؤال عراقي من العراق هناك من يرد على تطبيق رواية المشرقيين على الثورة الخمينية ويستدل بهذه الرواية على أن هذا الحدث سيكون مع الصين هذه الرواية التي جاءت في الرسالة ذكرها صاحب إلزام الناصب إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي اليزدي الحائري المتوفى سنة 1333 للهجرة هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان إنه الجزء الثاني الطبعة الأولى 2002 ميلاد في صفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة هكذا جاء في هذه الصفحة في أربعين المير اللوحي في أربعين المير اللوحي عن فضل بن شاذان عن أبي جعفر عليه السلام يقول كأني بقوم قد خرجوا من أقصى بلاد المشرق من بلدة يقال لها شيلة هل هناك بلدة نعرفها يقال لها شيلة في القرون الماضية كانت هناك قرية تقع قرب الكوفة من القرى المحيطة بالكوفة كانت هناك قرية باتجاه الحلة يقال لها قرية شيلة منطقة شيلة وفيها نهر يجري كان معروفا بنهر شيلة لكنها في زماننا لا وجود لها قبل الإسلام كانت موجودة في العراق وحينما دخل المسلمون كانت موجودة في الزمن الأموي في الزمن العباسي وبعد ذلك اندرس النهر واندرست القرية وما بقي من ذلك أثر فلا يوجد أثر منها في زماننا في زماننا هناك مدينة سياحية في تركيا تقع بالقرب من مدينة إسطنبول لا تبعد عنها كثيرا مدينة ومنطقة سياحية معروفة هناك يقال لها شيلة غير هذا بحدود علمي لا يوجد ذكر لا في أطالس الخرائط ولا في معاجم البلدان والمدن ولا حتى على الإنترنت لا يوجد ذكر لمدينة أخرى بحسب هذا النص من أن المدينة تقع في أقصى بلاد المشرق أقصى بلاد المشرق يعني جنوب شرق آسيا هذه المناطق وَمَا قَارَبَهَا وَمَا قَتَلُونَ هُمْ فَانْتَقَمُوا مِنْهُمْ وَمَا قَالُهَا حَاكِمَةً على النص الذي قرأته عليكم من غيبة النعماني بخصوص قيام المشرقيين وشرحت الرواية في الحلقات المتقدمة في الثورة الإيرانية الخمينية فهؤلاء يقولون من أن الكلام الذي قلته ليس صحيحاً ومن أن الرواية بحسب ما قرأته عليكم ترتبط بالصينيين هذا هو الذي تقوله الرسالة وفي آخر الرسالة فهل يمكن أن نهمل هذه الرواية ونتمسك بالرواية الأصل من كتاب الغيبة لأن نصها من الواضح أنه مختلف أنه مختلف إذا أردنا أن نجمع بين حديث قيام المشرقيين في غيبة النعماني وبين هذه الرواية قبل أن أعلق على هذه الرواية سأعود إلى مصدرها فصاحب ألزام الناصب نقلها عن هذا الكتاب أربعين المير اللوحي وهو في الحقيقة ما هو اللوحي وإنما هو مير لوحي وليس اللوحي على أي حال هذا ليس مهما في أربعين المير اللوحي كما يقول هذا الكتاب لعالم شيعي هو محمد مير اللوحي الإصفهاني من علماء العصر الصفوي كان معاصرا للمجلس المجلس الثاني كان معاصرا لمحمد باقر المجلس وعنده مشكلة طويلة عريضة مع المجلس هذا الكتاب يعرف بهذا العنوان أربعين المير اللوحي كما قال صاحب إلزام الناصب لأن المؤلف رتب كتابه على ذكر أربعين حديثا استنادا للروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله من حفظ على أمة أربعين حديثا هناك مجموعة من هذه الروايات وكثيرون من علماء الشيعة ألفوا كتبا تعرف بكتب الأربعين فيختار العالم أربعين حديثا يقوم بشرحها وبيان مضامينها فهذا الرجل محمد مير لوحي الإصفهاني قام بالأمر نفسه جمع أربعين حديثا من أحاديث الرسول وآل الرسول وشرحها لكنه وضع عنوانا لكتابه كفاية المهتدي لمعرفة المهدي هذا هو كتابه قد يقال له كتاب الأربعين للمير لوحي ولكن الإسم الحقيقي للكتاب هو هذا كفاية المهتدي لمعرفة المهدي جمع في الكتاب أربعين حديثا من أحاديثهم صلوات الله عليهم وقام بشرحها وتفصيل معانيها هذه صورة لنسخة مخطوطة من هذا الكتاب رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية هذه صورة الصفحة الأولى من كتاب المير لوحي الذي أحدثكم عنه هذه صورة الصفحة الأولى من مخطوطة الكتاب التي صورتها الكاملة بين يدي على المكتب كما تشاهدوا هذه صورة الصفحة الأولى رجاء اعرضوا لنا الصورة الثالثة هذه صورة الصفحة التي تسبق الصفحة الأخيرة من هذه المخطوطة التي بين يدي واعرضوا لنا الصورة الرابعة هذه صورة الصفحة الأخيرة من هذه المخطوطة إذن هذه المخطوطة مخطوطة كتاب المير لوحي وهناك نسخ أخرى من مخطوطات أخرى لهذا الكتاب هناك نسخة نسخة في مكتبة مجلس الشورى في طهران في مجلس الشورى في بناية البرلمان الإيراني هناك مكتبة تابعة لهذه المؤسسة من المكتبات المعروفة في طهران وهناك نسخة مخطوطة أيضا في المكتبة المركزية لجامعة طهران وجامعة طهران في طهران وهناك نسخ أخرى في كل هذه النسخ هذه الرواية ليست موجودة هذه الرواية ليست موجودة الرواية التي ذكرها علي اليزد الحائري في الجزء الثاني من إلزام الناصب والتي قرأتها عليكم هو قال بأن الرواية مأخوذة من أربعين المير لوحي النسخ المخطوطة المتوفرة الآن لهذا الكتاب لا توجد فيها هذه الرواية بحسب ما جاء في سند الرواية من أن المير لوحي نقل الرواية عن الفضل ابن شاذان الفضل ابن شاذان عنده كثير من الكتب الفضل ابن شاذان من كبار علماء أصحاب الأئمة يعد في أصحاب إمامنا الجواد ويعد في أصحاب إمامنا الرضا أيضا لكنه محسوب على الجواد بنحو أكثر صلوات الله عليه الفضل ابن شاذان عاصر إمامنا الرضا وإمامنا الجواد وإمامنا الهادي وإمامنا الحسن العسكري لكنه توفي قبل استشهاد إمامنا الحسن العسكري كما يبدو من المعلومات المتوفرة لدينا ومن القرائن الموجودة بين أيدينا الفضل ابن شاذان من أجلة رواة الحديث ليس هناك من كلام بخصوصه وعنده كتب مهمة كثيرة لكنها ما وصلت إلينا ما وصل إلينا مما كتبه إلا القليل من جملة كتبه هناك كتاب معروف للفضل ابن شاذان معروف في فهارس الكتب الشيعية إثبات الرجعة هذا الكتاب ليس موجودا لدينا صاحب الأربعين المير لوحي يبدو أنه كان يمتلك نسخة من هذا الكتاب ونقل عنه نقل عن هذا الكتاب عشرين حديثا كما قلت لكم هو كتاب الأربعين جمع فيه أربعين حديثا عشرون حديثا من الأحاديث الأربعين نقلها عن هذا الكتاب عن كتاب إثبات الرجعة فهذه الأحاديث كلها مروية عن الفضل ابن شاذان كتابه ليس موجودا لدينا كل الذين نقلوا عن المير لوحي ما نقلوه من أحاديث الفضل ابن شاذان نقلوا العشرين حديثا فقط كتبهم موجودة الحر العاملي وغيره الحر العاملي كان معاصرا له المجلسي محمد باقر المجلسي كان يبحث عن هذا الكتاب لكن للعداء فيما بين المير لوحي والمجلسي فإن المير لوحي لم يعطي الكتاب للمجلس مع ملاحظة أن المجلس كان يعيش في إصفهان وكان بمثابة رئيس الوزراء للدولة الصفوية والمير لوحي أيضا كان يعيش في إصفهان فهو إصفهاني وإن كان أصل عائلته من سبزوار لكنه يعيش في إصفهان حياته قضاها في إصفهان فهما الاثنان معا كانا في إصفهان ولكنه لم يعطي هذا الكتاب للمجلس ولذا فإن المجلس لم يثبت كتاب إثبات الرجعة في مصادر بحار الأنوار هذه أمور جانبية خلاصة الكلام ليس هناك من احتمال أن حديثا كهذا الحديث كان موجودا في الكتاب وحذف لأن الأحاديث التي نقلها عن كتاب إثبات الرجعة للفضل ابن شاذان نقلها الآخرون عن هذا الكتاب وأثبتوها في كتبه عشرون حديثا وهذه الأحاديث العشرون لا زالت موجودة في هذه المخطوطات والأمر هو هو في المطبوع من هذا الكتاب فهذا الكتاب طبع مطبوع وموجود بنسخته الفارسية الكتاب باللغة الفارسية وليس باللغة العربية هو يورد الأحاديث باللغة العربية ولكنه حين يشرحها ويترجمها فإنه يشرحها باللغة الفارسية مطبوع بالطباعة الحروفية الحديثة ولكن على الإنترنت بالطباعة الحروفية الحديثة بلغته الفارسية وطبع أيضا طبع أيضا في طهران طبع طباعة ورقية وترجم إلى العربية ترجمه ياسين الموسوي في كل النسخ المخطوطة والمطبوعة باللغة الأصلية للكتاب وهي الفارسية وبلغة الترجمة وهي العربية لا توجد هذه الرواية كيف نقلها صاحب إلزام الناصب من هذا الكتاب هذا أمر آخر أنا لا أقول إن صاحب إلزام الناصب يكذب ويفتري لكنني أعتقد أنه نقل الرواية بالواسطة لأنه لم يصرح هل أنه أخذ الرواية من نسخة مخطوطة من نسخة غير مخطوطة لم يصرح لم يصرح في كتابه من طبعة حجرية من أي مصدر هكذا قال في أربعين ألمير اللوحي وبالمنهسبة فإنه أورد الرواية التي جاءت مذكورة في غيبة النعماني قبل هذه الرواية وقال في غيبة النعماني ثم قال وفيه عن أبي جعفر محمد محمد بن علي كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه لكنه بتر الرواية انتهت الرواية حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم قتلاهم شهداء بقية الرواية لم يذكرها لو كان قد نقل الرواية من غيبة النعماني لنقلها كاملة جميع نسخ كتاب الغيبة الرواية فيها كاملة جميع النسخ وكل الذين نقلوا النص عن غيبة النعماني بنحو مباشر نقلوا الرواية كاملة لماذا جاءت الرواية هنا ناقصة الذي يبدو وبنحو واضح من أن صاحب إلزام الناصب لم ينقل الرواية عن كتاب غيبة النعماني بنحو مباشر وإنما نقل عن كتب أخرى وتلك الكتب نقلتها منقوصة منقوصة هذا المطبوع من هذا المطبوع من رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب بترجماته العربية هذا هو الكتاب بترجماته العربية تلاحظون من أن عنوان الكتاب مختصر كفاية المهتدي رجاء اتركوا الصورة على الشاشة مختصر كفاية المهتدي لمعرفة لمعرفة المهدي الكتاب عنوانه كفاية المهتدي لمعرفة المهدي لماذا صار مختصرا لماذا صار مختصرا لأن المترجمة ياسين الموسوي تصرف في الكتاب كيف تصرف في الكتاب المقاطع التي انتقد فيها صاحب الكتاب المجلس حذفها من الكتاب وهي مقاطع كثيرة فقال للأمانة العلمية فإن الكتاب قد حذف منهما حذف هو لم يحذف شيئا من الروايات والأحاديث وإنما حذف كلام المؤلف عن المجلس ما كان من ذنب وقدح حذفه للمحافظة على حرمة العلماء هكذا يضحك على الشيعة لماذا لا تنقل المعلومات وحينئذ يتحقق منها هل هذه المعلومات صحيحة ليست صحيحة يحذفونها وهذا الأمر جرى نفسه حينما طبعوا الكتابة طباعة ورقية في إيران فحذفوا الكلام الذي يرتبط بالمجلس وطبعوه أيضا بهذا العنوان من أنه مختصر لكتاب لكتاب المير لوحي بينما هم لم يختصروا وإنما حذفوا فقط الكلام الذي قاله بخصوص المجلس هكذا هكذا تجري الأمور وهكذا تضيع الحقائق عبر حركة التأريخ ليس مهما هذا ليس حديثنا عن هذه النقطة حديثنا عن الرواية هكذا قال ياسين الموسوي في مقدمته في الصفحة الثانية بعد العاشرة تحت عنوان عملنا في الكتاب النقطة الثالثة وجدنا المؤلف قد ينجر قلمه للحديث عن بعض الأكابر كالعلامة المجلس قدس سره بما لا يتناسب والبحث العلمي فارتأينا حذف تلك المقاطع من الكتاب ولذلك عدلنا من تسمية الكتاب باسمه الأصلي إلى تسميته بمختصر كفاية المهتد رعاية لأمانة النقل لهذا سبب سم الكتاب بمختصر كفاية المهتد هذه الطبعة طبعة مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي صلوات الله عليه إنها الطبعة الأولى جمادة الأولى ألف أربعمية وسبعة وعشرين هجر قمري النجف الأشرف حين مراجعة المخطوط والمطبوع فإن الأحاديث التي نقلها المير لوحي عن الفضل ابن شاذان عشرون حديثا سأذكر لكم أرقام الصفحات للذي يريد أن يحقق أو كي تعرفوا من أن الأجوبة هنا تأتي أتحدث عن شاشة القمر تأتي بعد تتبع وتحقيق وتدقيق ما شرحت الرواية بالطريقة التي شرحتها إلا وأنا مطلع على كل النصوص في الكتب السنية أو ما جاء مذكورا في إلزام الناصب الحديث الأول بحسب تسلسلي كتاب المير لوحي جاء في المخطوطة صفحة سعطعش وفي المطبوعة صفحة ستة وأربعين الحديث الرابع بحسب تسلسلي المير لوحي جاء في المخطوطة في صفحة ثمانية وثمانية وفي المطبوعة بترجمة عربية بترجمة ياسين الموسوي جاء في صفحة ثلاثة وستين إذن الحديث الأول بحسب المخطوطة جاء في صفحة سعطعش وبحسب المطبوعة في صفحة ستة وأربعين الحديث الرابع جاء في صفحة ثمانية وثمانين في المخطوطة وفي المطبوعة ثلاثة وستين الحديث السادس في المخطوطة صفحة ثلاثة وتسعين في المطبوعة صفحة سبعة وستين الحديث الثامن في المخطوطة صفحة مية في المطبوعة صفحة 71 الحديث التاسع في المخطوطة صفحة 104 في المطبوعة صفحة 74 الحديث العاشر في المخطوطة صفحة 109 في المطبوعة صفحة 77 الحديث الحادي عشر بحسب تسلسلي المير لوحي في المخطوطة صفحة 111 في المطبوعة صفحة 78 الحديث الثاني عشر بحسب تسلسلي المير لوحي في المخطوطة صفحة 117 في المطبوعة صفحة 81 الحديث السادس عشر في المخطوطة صفحة 129 في المطبوعة صفحة 88 الحديث العشرون في المخطوطة صفحة 146 في المطبوعة صفحة 96 الحديث الثالث والعشرون في المخطوطة صفحة 153 في المطبوعة صفحة 100 الحديث السابع والعشرون في المخطوطة صفحة 161 في المطبوعة صفحة 105 الحديث الثامن والعشرون في المخطوطة صفحة 166 في المطبوعة صفحة 107 الحديث التاسع والعشرون في المخطوطة صفحة 178 في المطبوعة صفحة 115 الحديث الثامن والعشرون في المخطوطة صفحة مية وستة وستين في المطبوعة صفحة مية وسبعة الحديث التاسع والعشرون في المخطوطة صفحة مية وثمانية وسبعين في المطبوعة صفحة مية وخمسطعش الحديث الثلاثون في المخطوطة صفحة مية وستة وثمانين في المطبوعة صفحة مية وعشرين الحديث الرابع والثلاثون في المخطوطة صفحة ميتين وثلاثة عشر في المطبوعة صفحة مية وثلاثة واربعين الحديث السابع والثلاثون في المخطوطة صفحة ميتين وستة وعشرين في المطبوعة صفحة مية وثمانية واربعين الحديث الثامن والثلاثون في المخطوطة صفحة 308 في المطبوعة صفحة 205 الحديث التاسع والثلاثون في المخطوطة صفحة 311 في المطبوعة صفحة 209 الحديث الأربعون في المخطوطة صفحة 357 في المطبوعة صفحة 236 هذه عشرون حديثا كتاب الأربعين للمير لوحي يجتمل على أربعين حديثا عشرون حديثا منها نقلها عن كتاب إثبات الرجعة للفضل بن شاذان هذه هي الأحاديث لا يوجد فيها ولا حرف واحد من الرواية التي أوردها صاحب إلزام الناصب إنني أتحدث عن المخطوطات المتوفرة وعن المطبوعات المتوفرة من هذا الكتاب فلا يوجد حرف واحد من هذه الرواية نذهب إلى فاصل إذن صار واضحا لدينا من أن الرواية لم يرد ذكرها في كتاب المير لوحي فهذه المخطوطات وهذه المطبوعات إلا أن يقول قائل هناك نسخة عند صاحب إلزام الناصب من كتاب المير لوحي فيها هذه الرواية ونحن لا نمتلك دليلا على هذا هذه النسخة المخطوطة والمطبوعة باللغة الفارسية وباللغة العربية لا يوجد ولا حرف واحد من هذه الرواية وهذا يعني أن الفضل ابن شاذان لم يروي هذه الرواية لأن مصدر صاحب إلزام الناصب هو هذا الكتاب بحسب ما يقول في أربعين المير اللوحي عن فضل ابن شاذان فحينما لا تكون الرواية موجودة في كتاب المير اللوحي في كل نسخه المخطوطة والمطبوعة بالعربية والفارسية هذا يعني أن الرواية لم تأتي عن الفضل ابن شاذان رضوان الله تعالى عليه من أين جاءت لا أدري من أين جاءت هذه الرواية هناك الكثير من الكذب في الكتب والكثير من التحريف ومع كل ذلك ومع كل ذلك فإنني لا أهتم كثيراً لهذا الموضوع لموضوع أنها وردت أو أنها لم ترد ذكرت في كتابي المير لوحي أو لم تذكر رواها الفضل ابن شاذان أو أنها لم ترد كل هذا ليس مهماً بالنسبة لي لكنني أردت أن أبين للسائل من أنك يا أيها السائل العزيز في أيدي أمينة أنتم في أيدي أمينة حينما تنهلون من معارف العترة الطاهرة عبر هذه القناة أنتم في أيدي أمينة أنتم في أيدي أمينة وأيدي صادقة وأيدي خبيرة وأيدي خبيرة أنا لا أقدم لكم شيئاً من دون تحقيق ومن دون تتبع ومن دون أن أكون متأكداً هذه مسؤولية شرعية وعقائدية إنني أزعم أنني أمهد لإمام زماني فهل أمهد لإمام زماني بكلام لا يكون متقناً هذه خيانة خيانة المرء إما أن يقول خيراً أو أن يسكت هكذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا علمنا وأدبنا معلمنا ومؤدبنا علي 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 هو الذي أدبنا المرء المرء إما أن يقول خيراً أو يسكت أو يسكت فأنا لا أحدثكم إلا بحديث الحقائق هذه قناة الحقائق هذه قناة التحقيق والتدقيق إلا إذا خرج منها بحكم الضعف البشر قطعاً لنا هفوات لنا كبوات هذا شيء طبيعي لكن المسار الأصل هو التحقيق والتدقيق وأقولها لكم مراراً وكراراً إنكم في أيدي أمينة وأقسم وأقسم برأس الحسين إذا ما أحسست بأنني لا أستطيع أن أقدم لكم بهذا المستوى بسبب مرض أو تقدم في السن أو لأي طارئ لأي عارض فإنني سأغلق فمي وسأغلق هذه القناة أقسم برأس الحسين كي تعرف من أن الذي يوضع على سفرة هذه القناة على سفرتها العلمية وعلى سفرتها الدينية وعلى سفرتها الثقافية من أشهى الأطعمة إنها من الطعام الحلال الطيب أما هذا الخراء هذا قراء وما هو بحديث وسأثبت لكم أن هذا خراء ولا يمكن لمنابع الذهب أتحدث عن العترة الطاهرة أن يصدر عنها مثل هذا الخراء هذا خراء هذا وبغض النظر عن المصادر حتى لو وجدت الرواية في نسخة مخطوطة أصلية من كتاب إثبات الرجعة للفضل بن شاذان فإنني لا أصدق أن الفضل بن شاذان العالم الجليل والراوية الخبير أن ينقل هذا الخراء وينسبه إلى إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لكنني كما بينت في الحلقة الماضية من أن مشكلة الشيعة في علاقتها مع إمام زماننا في العقيدة السليمة وما دامت الشيعة تتخبط ما بين دوامتين دوامة ما ورثناه عن الآباء والأجداد من دين وثقافة ودوامة الرئاسة أكان الشيعي يطلب الرئاسة بنفسه أو كان مرؤوسا يصنم العجول يصنم العجول الرؤساء فإن هؤلاء لن يدرك العقيدة السليمة مثل هذا الخراء يؤتى به ويلقى على الذهب المصفى على حديث أهل البيت رواية غيبة النعماني في قيام المشرقيين كلمات المعصومين من دون تغيير نص عربي متماسك نحويا وصرفيا ولغويا وبلاغيا أما هذا النص هذا النص ليس عربيا هذا النص ليس عربيا هذا النص لا علاقة له بلغة العرب لا أدري أي لغة هذه هذه ما هي بلغة عربية هذا النص لا يخضع للقواعد النحوية ولا يخضع للقواعد الصرفية ولا يخضع للقواعد اللغوية ولا يخضع للقواعد البلاغية هذا النص ليس عربية لا علاقة له باللغة العربية حروفه عربية بعض كلماته عربية الجاهل يحسبه من اللغة العربية لكنني لا أتلمس اللغة العربية فيه مطلقا الموجود هنا في غيبة النعماني ذهب مصفة ذهب إبريس إبريس وهذا خراء مصفة فكيف ينسجم الخراء مع الذاب وكيف يحكم على الذهب بالخراء إلا إذا كانت العقول خرائية وإنما تكون العقول خرائية حينما تكون مقدسة لعجولها حينما تكون غاطسة في دوامة الرئاسة التي ستحول فيما بينها وبين إدراك العقيدة السليمة أنا لا أعبأ بموقف سياسي لهذه الجهة أو تلك لا أعبأ بهذه الحكومة أو تلك الذي أعبأ به أنني أبحث عن إمامي الذي أعبأ به أنني أقدس أحاديث أمتي وأتعامل معها عبر منهجهم عبر قواعدهم أينما تقودني فإنني أسلم لها لا أبالي أتأخذني إلى أعداء أعدائي فإنني أذهب إليهم أتبعدني عن أحب أحبتي إلي فإنني أبتعد إنني مع الحقيقة سلمت رقبتي للحقيقة لأن الحقيقة تحمل قيمتها في نفسها أما هؤلاء الجهال الذين يأتون بهذا الخرائي يلوثون الذهب الإبريزة فإنهم ينطلقون من مواقف سياسية من اتجاهات سياسية من اتباع لهذا المرجع العجل القذر أو ذلك المرجع الكلب هكذا تجري الأمور أنا لا أبالي بكل هذا أبالي بشأن إمامي وأبالي بأحاديث أئمتي وأبالي بالطريقة التي تعلمتها منهم في فهم أحاديثهم وأبحث عن الواقع وعن التأريخ وإنني أفلتر كل ذلك كي أصل إلى النتيجة الواضحة بحدود استطاعتي أما أن تقول لي فهل يمكن أن نحمل هذه الرواية هذه هذه ما هي رواية هذه قطعة من الخراء هذه قطعة من الخراء هذه ما هي برواية الرواية تصدر عن منابع الذهب عن منابع الطهر والفكر عن محمد وأهل محمد أما هذا الخراء فلا علاقة له بمحمد وآل محمد لا من قريب ولا من بعيد نذهب إلى فاصل تعال معي كي أكشف لك عن هذا الخراء كأني بقوم قد خرجوا من أقصى بلاد المشرق الرواية لا تستحق المقارنة مع ما جاء في غيبة النعماني ولكن الذي جاء في غيبة النعماني إنهم يخرجون من المشرق وهنا الحديث عن أقصى بلاد المشرق المكان مختلف فهل تريد أن تقول لي من أن نص غيبة النعماني ناقص وهذا هو النص الصحيح الكامل نستمر كأني بقوم قد خرجوا من أقصى بلاد المشرق من بلدة يقال لها شيلة نحن لا نعرف وأين ولكن يطلبون حقهم من أهل الصين فلا يعطون هذه ما هي بجملة عربية تأتي منسجمة وفق قواعد بلاغة الكلام لأننا نتحدث عن محمد وآل محمد هم سادة البلغة فكيف يذكرون جملة ناقصة أين المفعول به المفعول به لا بد أن يذكر في الجملة خصوصا إذا ذكر في الكلام في الكلام متقدما لا يحذف إلا لحكمة ما هي الحكمة من حذف المفعول به هنا لا توجد حكمة لأن الذي سطر هذا الكلام ما هو بعربي وإلا فإن ذكر المفعول به يأتي على لسان العربي من دون أن يعرف أن هذا مفعول به السليقة الكلام هكذا تقتضي ولذا فحينما نقرأ في غيبة النعماني بخصوص رواية المشرقيين يطلبون الحق الحق مفعول به فلا يعطونه الضمير هنا يعود على الحق ذكر المفعول به فلا يعطونه الجملة هنا تخالف قواعد البلاغة العربية يطلبون حقهم من أهل الصين فلا يعطون هذه جملة ناقصة والقضية لا تقف عند هذه الجملة حيث أحتمل احتمال أن النقص جاء من النساخ لأن الأمر يتكرر على طول الرواية يطلبون يطلبون حقهم من أهل الصين فلا يعطون الجملة ليست بليغة ليست عربية لا يمكن أن تصدر عن المعصوم ثم يطلبونه فلا يعطون الخطأ يتكرر لأن يطلبونه ذكر المفعول به وهو الهاء الضمير ثم يطلبونه فلا يعطون هذه ما هي بجملة عربية لأن قوام الجملة العربية أساسا فعل وفاعل ومفعول به بعض الجمل ليس فيها من مفعول به يكون قوامها بفعل وفاعل فلا يوجد مفعول به أساسا ولكن إذا كان قوام الجملة يتألف من فعل وفاعل ومفعول به لن تكون جملة صحيحة حتى يذكر المفعول به وإذا ما حذف فلا بد من وجود علة لابد من وجود حكمة ولا توجد علة ولا حكمة هنا إلا جهل الذي كتب الكلام هذا بالعربية إلا جهله بالعربية كأني بقوم قد خرجوا من أقصى بلاد المشرق من بلدة يقال لها شيلة يطلبون حقهم من أهل الصين فلا يعطون هنا خلل ثم يطلبونه فلا يعطون هنا خلل فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا من هم من هم الذين رضوا ومن هم الذين أعطوا ومن هم الذين لم يقبلوا هذا ما هو بكلام عربي دققوا النظر في الرواية أقول للسائلين دققوا النظر في الرواية في مصدرها هل تفهمون هذا الكلام هذا ما هو بكلام عربي فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا وقتلوا منهم خلقا كثيرا من هو القاتل ومن هو المقتول من هو القاتل ومن هو المقتول هناك قواعد للتمييز من هو الفاعل من هو المفعول به أين المسند وأين المسند إليه أين العامل وأين المعمول في هذه الجمل لا يوجد عامل ولا يوجد معمول ولذلك لا تفهم هذه الجمل أئمتنا هكذا أمرونا أئمتنا أمرونا كما نقرأ في الكاف الشريف إنه الجزء الأول من الكاف الشريف من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الثالثة والسبعين الحديث الثالث عشر بسنده عن جميل ابن دراج عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعرب حديثنا فإنا قوم فصحاء نحن لا نتكلم إلا الكلام الفصيح فأعربوه المراد من الإعراب الإعراب النحوي الإعراب الصرفي والمراد من الإعراب الإعراب اللغوي والإعراب الإلقائي حينما نتلفظه حينما نلقي الرواية أن تلقى في أعلى مستويات الفصاحة والإلقاء والإعراب الإعراب المعنوي حينما نشرحها نشرحها وفقا للغة الصحيحة ووفقا لقواعد النحو والصرف ووفقا لقواعد البلاغة العربية المتينة أعرب حديثنا فإنا قوم فصحاء أين العامل وأين المعمول في هذه الجمل وأين الفاعل وأين المفعول هذه التراكيب ليست عربية من هنا قلت لكم هذا خراء وما هو بنص حتى يسألني أسائل فيقول فهل يمكن أن نهمل هذه الرواية ونتمسك بالرواية الأصل كيف تقارن يا عزيزي بين الذهب الإبريز وبين الخراء المتعفن أما أولئك الذين يحكمون بهذه الرواية على تلك الرواية فعقولهم مشحونة بالخراء المتعفن هؤلاء جهال وأعمتهم الصنمية ولا يفقهون شيئا لا من حديث العترة الطاهرة ولا من العربية الفصيحة الصحيحة أنا أعرف من هؤلاء هذا الكلام ليس جديدا بالمناسبة هذا الكلام نحن نسمعه منذ الثمانينات هذه الرواية كانت توزع في مدينة قوم منذ الثمانينات هذا ليس جديدا هذه المطالب أنا اشتغلت عليها منذ الثمانينات منذ كنت في العشرينات من العمر فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا من هم أولاء الذين رضوا ومن هم الذين أعطوا ومن هم الذين لم يقبلوا فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا وقتلوا منهم خلقا كثيرا من هو القاتل ومن هو المقتول هذه التراكيب ليست عربية بالمطلق يا أيها الناس هذه أوامر الأئمة أعربوا كلامنا أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء ثم يسخرون بلاد التركي والهندي كلها هذا التعبير ليس موجودا في قواعد الاستئناس اللغوي ليس مستأنسا لا في القرآن عودوا إلى القرآن عودوا إلى القرآن وتتبعوا هذا الفعل يسخر عودوا إلى نهج البلاغة وتتبعوا هذا الفعل يسخر عودوا إلى الروايات والأحاديث هذا الفعل لا يستعمل بهذه الطريقة لا يستعمل في فتح البلدان وفي السيطرة عليها شاع في الأزمنة المتأخرة وجاءنا منتقلا من اللغة الفارسية في اللغة الفارسية يوجد هذا المعنى من أن السيطرة على البلدان هي عملية تسخير تسخر البلدان الكلام البلغ لا بد أن يكون ضمن قواعد الاستعناس اللغوي قد يصح هذا المعنى لغويا فنقول يسخرون بلاد الترك أن يخدعونهم ولكن هذا الكلام ليس مستأنسا في المحاورات الأدبية العربية وبعد ذلك نحويا التركيب خاطئ يفترض أن يكون ثم يسخروا وليس يسخرون فهذا فعل من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون وهذه ثم عاطفة الأفعال السابقة كانت مجزومة فلم يقبلوا هذا فعل مجزوم وهذه ثم عاطفة عاطفة بالعطف التراتب فلم يقبلوا ثم يسخروا وليس يسخرون الفعل يأتي هنا مجزوما لأنه معطوف على فعل مجزوم وهذه قواعد عطف الفعل على الفعل فهذا الذي كتب هذا الكلمة لا يعرف هذه القواعد ثم يسخرون بلاد التركي والهند كلها ويتوجهون هذا أيضا ليس صحيحا ويتوجه لأن الواو عاطفة هنا فإنها تعطف على ما قبلها فيفترض فلم يقبلوا ثم يسخروا ويتوجه وليس ويتوجهون ويتوجهون إلى خراسان ويطلبونها من أهلها نحويا هناك خطأ يفترض ويطلبوها لأن الفعل معطوف على فعل مجزوم قبله ويطلبوها وهذا التركيب لا يخضع لقواعد الاستعناس اللغوي لا يوجد في التعابير العربية البليغة ويطلبونها من أهلها هذا التعبير ليس بليغا كيف يطلبونها من أهلها فلا يعطون أين المفعول به يفترض فلا يعطونها فيأخذونها قهرا الصحيح فيأخذوها لأن الفاء عاطف هنا إنها عاطفة على تسلسل الأفعال المعطوفة سابقة لأن الكلام لم ينتهي بعد فيأخذوها قهرا هذا التركيب ليس سديدا لا من الجهة النحوية ولا من الجهة البلاغية ويريدون أيضا هذا التعبير خاطئ ويريدوا لأن الواوة عاطفة وهذا عطف فعل على فعل فلا بد أن يكون مجزوما لأن الكلام لم ينتهي بعد هذا حدث واحد لم يقبلوا لم يقبلوا ثم يسخروا ويتوجهوا ويطلبوها من أهلها فيأخذوها قهرا ويريدوا لا زال الكلام مرتبطا بحدث واحد ويريدوا هذا التعبير ليس دقيقا ويريدوا أن لا يدفعوا الملك إلا إلى صاحبكم لاحظوا التعبير السليم ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم هذا التعبير العربي البليغ هذا تعقيد التعقيد في التعبير ينافر البلاغة وينافر الفصاحة ما هي عيوب الكلام عيوب الكلام أول عيب التعقيد التعقيد في التراكيب اللفظية مع الخطأ النحوي ويريدون والمفترض ويريد ويريد أن لا يدفع الملك إلا إلى صاحبكم مع الذين قتلوهم من هم هؤلاء من هو القاتل والمقتول فانتقموا منهم من هم هؤلاء من هم هؤلاء ثم وتعيشوا في سلطانه هنا المفروض وتعيشون لأن الكلام انتهى وجاءت واو استئنافية بعد الواو الاستئنافية ينقطع العطف النسقي وهو العطف بالحروف لأن العطف نوعان في العربية هناك عطف البيان وهناك عطف النسق عطف البيان له قواعده وعطف النسق وهو عطف الحروف له قواعده أيضا هذه الواو استئنافية بعد الواو الاستئنافية يبدأ الكلام جديدا الأفعال التي يفترض أن تحذف منها النون أثبت لها النون والأفعال التي يفترض أن تكون النون موجودة حذف منها النون وتعيش في سلطانه يفترض وتعيشون وتعيشون في سلطانه إلى آخر الدنيا أين الرجعة أين الرجعة آخر الدنيا الرجعة الدولة المحمدية العظمى فكيف نعيش في سلطان المهدي إلى آخر الدنيا هذه عقيدة النواصب من أن الدنيا تنتهي بانتهاء الحكم المهدوي ولذلك قلت لكم هذا خراء هذا ما هو بنص الرواي أصلا ما هو بنص عربي بعيدا عن الروايات ما هو بنص عربي هذا الكلام ليس مفهوما لأنه لا يخضع لقواعد النحو وقواعد الصرف وقواعد اللغة وقواعد البلاغة أنا لم أحلل النص بشكل كامل لأنه لا يستحق التحليل وإلا فهو يخالف القواعد النحوية والقواعد الصرفية والقواعد اللغوية والقواعد البلاغية إلا أنني ذكرت جانبا من عيوبه هكذا هو الواقع حقائق أحاديث العترة الطاهرة هكذا تواجه من قبل الشيعة وهكذا هؤلاء هم سيواجهون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل في غيبة النعماني في الطبعة نفسها صفحة 308 إنه الحديث الثالث بسنده بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن القائمة إن القائمة صلوات الله عليه يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة وإن القائمة يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه هذا الأمر يجري الآن على حديث العترة الطاهرة كل جاهل لأنه يقدس عجله يحارب حقائق حديث العترة الطاهرة لأنه يريد أن تشرح الأحاديث بحسب هوى عجله هكذا تجري الأمور ولذا أقول لطالبي الحقيقة عليكم أن تكونوا أحراراً حرروا عقولكم حرروا عقولكم من قذارات عجول المرجعية في النجف وكربلاء حرروا عقولكم إن القائمة يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله لأن رسول الله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوطة وإن القائمة يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول أنا أفصح من نطق بالضاد فكيف نقبل هذا الخراء على رسول الله وآل رسول الله هذا المضمون لرسول الله ولهم جميعاً ما لأولهم فهو لآخرهم وما لآخرهم فهو لأولهم أمير المؤمنين يقول وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه وإنا لأمراء الكلام هؤلاء هم محمد وآل محمد فكيف يكون هذا الخراء منسوباً إليهم وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت تنشبت ذهبت بعيداً هذه الجذور وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه هكذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور دال على نفسه بنفسه فكيف نقرأ هذا الكلام ونحن لا نعرف الفاعل من المفعول والعامل من المعمول أي هراء هذا وأي خراء هذا فهل تعتقدون أنني لم أكن مطالعاً على هذا الخراء وأنا أشرح لكم الرواية قلت لكم هذه الرواية كانت توزع في منشورات منذ بداية الثمانينات أنا قرأتها في منشورات كانت توزع على ما أتذكر في السنة الثانية والثمانين الف وتسعمائة واثنين واثمانين في مدينة قم كانوا يوزعونها إنها الصراعات ما بين المرجعيات وما بين العمائم وأنا لا علاقة لي بكل هذا أنا أبحث عن إمامي وأتعامل مع كلماتهم وأحاديثهم وأسلم عنقي للمنهج الذي تعلمته منهم في فهم أحاديثهم هكذا نقرأ في أحاديثهم صلوات الله عليهم إنني أقرأ عليكم من الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة إمامنا أصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من غيبة النعماني أصادق يقول خبر تدريه تدريه من جهة النحو والصرف واللغة والبلاغة ومن جهة منظومة الأحاديث الأحاديث التي شرحتها لكم وهذا الحديث بالذات كان جزءا من منظومة حديثية متكاملة خبر تدريه خير من عشر ترويه من عشرة أخبار ترويها هناك خلل في هذا الحديث قطعا هذا الخلل من النساخ ويوجد خلل كثير في الأحاديث إن لكل حق حقيقة ولكل صواب نورا ثم قال إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن حتى يلحن له فيعرف اللحن أي أنه يتذوق طريقتنا في الحديث وحينما ينقل له الكلام بغير طريقتنا فإنه يميزه يشخصه حينما لا أعبأ بهذا النص لأن النص لا علاقة له بالعترة الطاهرة هذا نص خرائي والنص الذي قرأته عليكم بخصوص قيام المشرقيين من غيبة النعماني هذا نص ذهبي ومن الذهب المصفى من الذهب الإبريس إنا والله الإمام يقسم إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر صلوات الله عليه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا حتى يقوموا ولا يدفعونها لهذا الخراء فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا وقتلوا منهم خلقا كثيرا من هم هؤلاء أين هذه البلاغة من هذا الخراء الذي لا معنى له هكذا نقرأ في أحاديثهم الشريفة إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والستين بعد المئة الباب الخامس الحديث الأول عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إني أحب أن يكون المؤمن محدثا قال قلت إنه عبيد بن هلال هو الذي يقول قال قلت وأي شيء المحدث قال المفهم أما هذا الذي يعتقد أن الرواية هذه التي هي كلام خرائي هي من حديث العترة الطاهرة فهذا ما هو بمفهم هذا مثول مثول فعندنا المؤمن المفهم وعندنا المؤمن المثول لقد ثولته عقيدة آبائه لقد ثولته عقيدة عجله الذي يترأس عليه والذي جعله حمارا وركب على ظهره كلامنا في الحلقة الماضية عن الرئاسة وعن الرؤساء والمرؤوسين أئمتنا يريدون من المؤمن أن يكون مفهما وهذا التفهم بإمكان الإنسان أن يحصله وما كان حديثي في الحلقة الماضية إلا مقدمة لموضوع التفهيم من أن الإنسان يتجرد من التقاليد الموروثة من الدين الموروث من آبائه وأجداده يخلص نفسه من طامة الرئاسة إن كان طالبا للرئاسة بنفسه أو كان مرؤوسا يقدس رؤساءه العجول حيث ستنتهي بصيرته ستدمر إني أحب الإمام الرضا يقول إني أحب أن يكون المؤمن محدثا قال قلت وأي شيء المحدث قال المفهم حتى حتى إذا أصبحت حمارا بأربعة حوافر وذيل طويل وبوز كبير محترام وأذنيني طويلتين مرتفعتين وبنهيق مطربين حتى لو وفقت وأصبحت كذلك واعتبرت هذا الخراء رواية فإنها رواية مشتبهة الروايات المشتبهة لا نعمل بها نتركها ونعود إلى المحكم نعود بها إلى المحكم هذه قواعد العترة في التعامل مع حديثهم إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في الصفحة الثانية بعد الأربعمائة إنه الحديث التاسع والثلاثون بسنده بسند الصدوق عن أبي حيون مولى الرضا عن الرضا صلوات الله عليه من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم ثم قال إمامنا الرضا إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا فتضلوا إذا افترضنا هذه رواية فإن اتباعها ضلال لأنها رواية متشابهة لا تخضع لقواعد العربية الفصيحة الصحيحة فنعود إلى الروايات المحكمة هكذا يريد منا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قلت لكم يكون هذا إذا وفقت وصرت حمارا بأربعة حوافر وذيل طويل وبوز كبير محترام وأذنين عاليتين مرتفعتين كبيرتين وبنهيق مطرب إذا أصبحت بهذا الحال يمكن يمكن أن أقبل أن هذا الخراء رواية لكنها ستكون متشابهة وحينئذ سنضعها جانبا نعود إلى المعنى الذي جاء في النص المحكمي الذي قرأته عليكم من غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه أصورة واضحة والأمور جلية وهذا النص الذي فسرته بالثورة الإيرانية الخمينية أتحداكم جميعا أن تبحثوا في التأريخ أن تجدوا تفاصيل حدثت على أرض الواقع كالتي بيّنتها أتحداكم جميعا جئوني بمعلومات كالمعلومات التي جئت بها إذا ما جئتموني فإنني سأقبلها لكنني متأكد لن تستطيع لأنني قد قلبت كتب التأريخ بكاملها بحثاً عن التفاصيل فما وجدت إلا التفاصيل التي ذكرتها بنحو إجمالي لو كنت قد ذكرتها بنحو تفصيلي لطلعتم على كثير من المعلومات على كثير من المعلومات وأمتلك الكثير من الحقائق والمعطيات التي ترتبط بهذا الموضوع لكنني لا أستطيع بيانها لأنني لا أمتلك حالياً أدلة حسية عليها لو امتلكت أدلة حسية عليها لوضعتها بين أيديكم أمتلك الكثير من المعلومات والكثير من التفاصيل التي جرت في تلك الأيام في الكواليس وإنني لمطلع عليها بنحو تفصيلي لكنني لا أمتلك الأدلة الحسية عليها أنا أعتقد بصحتها وأفهم الأمور على أساسها لأنني متأكد بدرجة كاملة من صحتها لكنني لا أستطيع أن أشارككم بها لأنني لا أمتلك أدلة حسية عليها أما أني لو أدركت ذلك لو أدركت قيام المشرقيين باقر العلوم يقول لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر وهذا الذي أقوم به هو جزء من الاستبقاء إنها عملية التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه كل بحسبه نموت على هذه النية فإنها أفضل نية نموت عليها ليس ضروريا أن ندرك أيام الظهور الضروري أن نعمل ليلا ونهارا لأجل إمام زماننا الضروري أن نستيقظ على هذه النية وأن ننام على هذه النية وأن نعمل بهذه النية وأن نموت على هذه النية ليس ضروريا أن يظهر الإمام في أيامنا وليس ضروريا أن نكون جنودا في جيشه أن نكون عبيدا في فنائه عند الظهور الشريف الضروري أن نكون في المقام والموقف الذي يريد الإمام منا أن نكون فيه فماذا يريد الإمام منا ونحن في هذا الزمان في زمان غيبته يريد منا أن نكون في مقام خدمته وخدمته تتجلى في التمهيد لمشروعه المهدوي الأعظم وقت الحلقة صار طويلا وكان في نية أن أستمر في الحديث في هذا الموضوع لكنني أتوقف عند هذه النقطة نلتقي غدا إن شاء الله على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن يا بقية الله زهرائيون نحن يا أمة الحسن والحسين زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقا